لقد قدمنا أوراق اعتمادنا للسيد الرئيس وأجرينا معه لقاء استعرضنا خلاله مستقبل علاقاتنا التنائية التي نحن مرتاحون جدا لها نحن سعداء جدا بالعلاقات المميزة التي تربطنا مع الجزائر وهي علاقات سياسية قوية جدا كما تطرقنا إلى ملف اللجنة الثنائية المقبلة التي يرأسها كل من الرئيسين رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الجزائر والتي ستعقد في الجزائر العاصمة مع نهاية هذه السنة ناقشنا أيضا الأولوية التي ينبغي إعطاؤها للعمل على تعزيز روابطنا الاقتصادية حيث لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به إذ إن روابطنا الاقتصادية لا تعكس بأي شكل مدى قرب بلدين لذا اتفقنا مع السيد الرئيس على أننا بحاجة إلى روابط اقتصادية قوية جدا بما يعود بالمنفعة على كلا البلدين وكذلك على القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر